نواصل في نفس السياق اللي هو نحب نذكر وقته في أيام المؤسس إن الفاتح حكينا على إصلاحات القطيع على غيفارهم ديروبتور وواحدة من إصلاحات القطيع اللي هي أحكينا عليها اللي هي معنى الأسلاحة اللي نجم يكون في مجالة الشغل وكان الأمين العام تحت الشغل حاضر معنا وحكينا فيها على الموضوع هذي اللي هي كيفاش نجمو نحسنو في البرودكتيفيته خاتم النجمو نحسنو في التصدير متاعنا اللي من حسنو في البرودكتيفيته والمطروح الموضوع هذي تترح وهناك معناها مقبول من طرف الاتحاد الشغل أنه يقع النقاش فيه وتكون فيه أيضا معناها بضمان حقوق العمل وكما صار في العديد من الدول لكن تبقى دائما وهذي معناها نجمو ترجعول وشوفوا معناها شنو وقال وقتها في أيام بأيام المؤسس أنه معناها يجب أن يكون الجانب الحكومي يكون عنده نظرة ويكون عنده أيضا القدرة على التفاوض لأنه في العديد من المرات يكون هناك اتفاقيات ويحبوا يمشيوا في إصلاحات خاصة في مجالة الشغل وتحسين برودكتيفيته لكن ما نجموش نحصلوا على نتائج النقطة الثانية أنا عندي ثلاث ثلاثة نقاط من نجمو نحسنو في التصدير ثم ثلاثة حويش إذا كانت تنجح الأحزاب اللي بيش تربحهم بعد بيش تطبقها في الحكومة المقبلة أتوى التصدير يرجع وحده وحده لأنه الأفكار ويش نلقى الفرص متع الاستثمار حتى ولو الدبلوماسية القصادية ما خدمتش وحتى ولو القطاع الخاص عنده الفاعلية ويخترق الوبروتينيتين يمشيها واحده وحده فقط أعطيه المناخ أول حاجة فقدناها فقدنا البخودوكتيفيتين متاعنا وإنتاجية وهذاك عليك في زمن رجعوها ونعمل إصلاحات قطعة فيها ثاني حاجة عنا المشكل متع اللوجيستيك وخاصة مشكلة ميناء رادس وحكينا عليها في التونيسي كورنيك فورام في شهر أفريل وحكينا أن المشكلة الكبيرة اللي عنا من ناحية ميناء رادس وقدرحنا فيها العديد من النقاط لكن كيفاش نجمو نحلو مشكلة ميناء رادس ما ثماش رئيس حكومة جاء وما مشيش الميناء رادس وكل مرة نحاولو بش نقصو من البطون راد وبعدكش يعاودو يرجعو إن شاء الله المشكلة هذية مع الحكومات المقبلة تعاود تتحل كيفاش نجمو نحلو مشكلة ميناء رادس وخاصة نعرفو لناس لكل التشخيص ونعرفو الحلول وشو نزيم ما نعملو ناس تقول لك مشكلة في استام مشكلة مش في استام ومشكلة فيها عديد في العديد من النقاط الأخرة ونبقى دائما المشكلة كيفاش نجمو نحلو مشكلة ميناء رادس النقطة الثالثة وانجبينيها أيضا في المؤسسة هي الريفورم لأنه العديد من الشركات وخاصة نكون تصبيح في كونين كونفرانس مع الناس اللي تخدموا على التواصل المشاكل ديجيتال معناها ثمت شكيات كبيرة خاصة من الستارتاب والناس تخدم في قطاع في قطاع الخدمات والمؤسسات اللي تخدم في الوصوص ومعناها في الوفشور وعلى التصديد تعاني من مشاكل كبيرة في الكودوشور وقت رحنا أشياء في إيمان مؤسسة موجودة لكن دائما نبقى هي القدرة على الإصلاح والقدرة على التفعيل هذه معناها أشياء وقع النقاش فيها معناها دیکن كيفية في نزيمون أبدو